سواء كانت في سوريا أو ليبيا ومؤخرا في أذربيجان حققت الطائرات المسيرة التركية في الأشهر الأخيرة إنجازات عسكرية كبيرة في استعراض تنوي أنقرال استفادة منه لتصبح رائدة في تصديرها بالإضافة إلى البعد العسكري تدعم هذه الطائرات المسيرة مسعى تركيا لتوسيع مناطق نفوذها لصالح السياسة الخارجية الحاسمة أكثر فأكثر التي ينتهجها الرئيس رجب طيب أردغان وأبرمت شركة تركيش آيرو سبيس في كانون الأول ديسمبر مع تونس أول اتفاق لها لتصدير طائراتها المسيرة أنكا بقيمة قدرت بـ 80 مليون دولار فيما صدرت شركة بايكار الخاصة التي يديرها أحد أصيرات أردغان في السنوات الأخيرة طائراتها المسيرة الأبرز بين رقدارتي باثنين إلى أوكرانيا وقطر وأذربيجان وحضرت الولايات المتحدة في كانون الأول ديسمبر منح هيئة الصناعات العسكرية التركية أي ترخيص جديد لتصدير أسلحة وفرضت عقوبات على ديمير ردا على شراء تركيا صواريخ من طراز S-400 الروسية إلا أن ديمير يقلل من شأن تأثير هذه العقوبات ويؤكد أن تركيا ستكون قادرة على إنتاج محليا الممكونات والمعدات التي لن تتمكن من الحصول عليها من الولايات المتحدة ترجمة نانسي قنقر